بعض الناس يصلون في رمضان ساعات ربنا أعفو عنا جميعا أمين رب العالمين ويصلي بعد العشاء ويصلي في التهجد بعد منتصف الليل وقرابة الفجر ثم بعد رمضان حدث ولا حرج كأن شيئا لم يكن لو استمر على ركعتين طوال العام يمكن أبرك أبرك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال لله أدوامها وإن قل نعم اللهم صلي وسلم وبارك